تحت عنوان إردوغان للسطرابلس نشر الواء أحمد المسماري الناطق باسم قائد الجيش الليبي عبر حسابه على تويتر تهريب إردوغان مبلغ 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا منهم مليارات دولار تم تهريبهما في الشهرين الماضيين فيما أكد المسماري مساعدت قطر لتركيا في تهريب الإرهابيين إلى الأراضي الليبية بل واتهم المسماري الدوحة بالوقوف وراء الاختيالات السياسية في المدن الليبية